اهلا بكم في النشرة الثقافية اطلقت دار السولين للنشر بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والاثار كتاب الحرف البحرينية بحرين كرافتس ويأتي اصدار الكتاب تأكيدا على اهمية الحفاظ على الارث الثقافي البحريني كما يهدف الى القاء الضوء على جهود احياء الحرف التقليدية في مملكة البحرين في بيئة تجمع ما بين الحرف والفن والتصميم مما يسهم في توفير فرص الابداع والتنمية ويسرد الكتاب حكاية الحرف التقليدية البحرينية في اربعة فصول رئيسه هي الحرف المرتبطة بالبحر والحرف التي تمارس على البر وحرف الزينة وحرف المناسبات والاحتفالات ويحتوي الكتاب على مجموعة من الصور التاريخية والصور التي تم التقاطها حديثا لصنع سرد مميز يروي قصة الحرف بين الماضي والحاضر اقام نادي الخريجين مؤخرا معرضا فنيا بعنوان معرض ابداعات فنية وذلك بحضور الشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد الخليفة محافظ محافظة العاصمة كما وسجل المعرض مشاركة اكثر من ستين ثنانا محليا ومقيما باعمال اختلطت باللوحات الفنية والمنحوتات الفريدة والرسومات الحديثة وذلك بحضور واسع من المهتمين والمطلعين على الفن كما وتضمن المعرض تكريما للقامات الفنية البحرينية التي تركت بصمة واضحة في عالم الفن البحريني بمختلف مجالاته طبعا معرض ابداعات فنية هذه اول مرة هذه الخارجين يقوم به وان شاء الله بيكون بشكل دوري كل سنة بنسوي نفس التكريم ونفس الفنانيين من كل دول عالم طبعا يشارك في المعرض 64 فنان من مختلف دول العالم من البحرين من الدول الخليج من الدول العربية من الجاليات الأجنبية أحب أوجه الشكر للجزيل لإدارة معرض ابداعات فنية والقائمين عليه على هذه المبادرة الطيبة وخصوصا موضوع تكريم الرواد وتكريم بعض المفكرين وبعض الصحفيين اللي لهم دور كبير في إثراء الحركة التشكيلية والأدبية في البحرين استقطب معرض الفنان البحرينية أمل البلوشي أفكار منشورة أكثر من ألف زائر وفنان من المهتمين بعالم الفن من مملكة البحرين وخارجها وقد ضم المعرض 15 لوحة فنية تستعرض أفكار وتساؤلات الفنان أمل وتكشف أعماق المشاعر الإنسانية المستوحى من أحداث الحياة الواقعية كما ركز المعرض على عيش تجربة فريدة ومغيرة عن المعارض الفنية حيث أن إطالة النظر والتفسير مسموح بهما بالإضافة إلى إمكانية لمس القطع الفنية وفتح المجال للنقاش مع الفنانة تحظى الإبل بمنزلة كبيرة في وجدان المجتمع العربي عامة والمجتمع الخليجي على وجه الخصوص بصفتها إحدى أهم ورثاته الثقافية حيث تلقى اهتماما كبيرا لما من شأنه الاهتمام والحفاظ على موروث الأباء والأجداد وترسيخ مكانتها في نفوس الأجيال الناشئة ولأهمية الإبل فقد سجل فن حداء الإبل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي سعودي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو كأبرز الموروثات التي ما زالت حية في التراث الشعبي حذرت الإبل في حياة إنسان شبه الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ ولم يستغني عنها حتى اليوم فبعد أن كانت مظهرا لتميزه وثرائه ومصدرا لرزقه وعطائه وأداة لسفره وترحاله حتى أضحت أيقونة ورمزا من رموز تراثه الأصيل المستمد من تاريخه التليد الله هذا الشف هذه ألبل تعرف رأيها تعرف رأيها ألبل وتعرف صوته لما تكلم لها تجي على طول فهذا يعني سبحان الله العظيم ألبل فيها ميزات غريبة ترى غريبة ذكرت في القرآن بهلا محب ألبل حنا متوارثينها أب عن جد عن جد عن يعني ممكن ألف مئة سنين عرفت فحنا نحبها الآن أنا أولادي الآن يحبونها لما تحصل عندهم فرصة دراسة يقولون يا الله نمشي للأبل على طول لما يجون هنا تقام يحدون يحبون 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 معها ونتج عن هذا التواصل الإنساني مع الأبل فن شعبي جميل يتناقله المجتمع جيلا بعد جيل يسمى الحداء وهو نوع من الشعر الخفيف الذي يقال لتطريب الأبل وحثها على السير بتعابير شفهية تقليدية تمكن الرعاة من منادات إبلهم وجمعها والتواصل معها من خلال بعض الأصوات والتعبيرات التي اعتادت الإبل على سماعها والاستجابة لها طبعا من ضمن اللقات الكلام يندهون الإبل بأسماءها أسماء خاصة فيها فهي من خلال ما يتكرر عليها الاسم أو هذا تعرف نبرة صوت صاحبها واسمها عنده لما يناديها باسمها تلتفت له وتجي له والحداء أقرب ما يكون إلى النظم البسيط المكون من بيتين بقافيتين ولا يتقيد بلحن واحد بل تتعدد ألحانه وطريقة أدائه من بيئة إلى أخرى ومعانيه ذات أبعاد تتعلق بشؤون حياة الرعاة اليومية ولأجل هذا الارتباط الوثيق بين الثقافة المحلية والإبل بادرت وزارة الثقافة السعودية بتسمية هذا العام 2024 بعام الإبل باعتبارها قيمة ثقافية وركزة من ركائز الحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة ونبقى في المملكة العربية السعودية حيث انطلقت فعاليات مهرجان الدار للموسم الثاني بقرية آل موسى التراثية بمنطقة البحى وذلك وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار كما يستمر المهرجان لمدة عشرين يوما ويتضمن متحفا ومجلس للضيافة وقسم النساء ومسرح الفعاليات ومواقع الأسر المنتجة والفنون التشكيلية وألعاب الأطفال هذا ويقدم المنظمون بالقرية العديد من المعلومات التراثية والتاريخية واستعادة الذكريات التي عاشها كبار السن من الرجال والسيدات الذين كانوا ينقلون ذكرياتهم للزوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر